جميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا أبو القاسم ومحمد وآلي بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علي السلام إخواني وعزائي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ما زلنا في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه فقد ورد في وصيته كما ذكرنا سابقا وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وصلنا إلى هذا المقطع في وصية عليه السلام ونوره بالحكمة وقبله وقوه باليقين ما الفرق بين وصية عليه السلام قوه باليقين ونوره بالحكمة هناك لدينا نوعان من العلوم والمعارف العلوم النظرية وهي العلوم التي على الإنسان أن يحصل الاعتقاد بها في مجال الاعتقال والفكر والمعارفة وعندنا العلوم العملية أو العقل العملي وهي العلوم التي عليه أن يتعلمها في ميدان العمل والتصرف والسلوك والصفات التي يجب أو ينبغي أن يتحلى بها قوه باليقين أي أن هذه المعارف والعلوم النظرية لا بد أن تصل بها إلى مرتب كالأتقاب وجود الله تعالى وصفاته والمبدأ والمعاد والنبوة والإمام وغير ذلك من هذه المعتقدات عليك أن تحصل هذه المعارف بمرتبة اليقين فيقوى القلب حينئذ ويستطيع أن يصمد ويقوى في مجالين المجال الأول قد يتعرض الإنسان في كثير من الأحيان إلى إثارة التشكيكات والشبهات في مجال العقائد فإذا كان لديه اليقين مرتبة اليقين بهذه المعارف فإنه يقوى ويستطيع أن يواجهها ولا تنقل عليه وتكون له البصيرة في التمييز بين ما هو الحق من هذه المعارف وما هو الباطل منها فحينئذ لديه قلب يقوى على مواجهة هذه الشبهات والتشكيكات وغيرها من الأمور التي ربما تظلها عن الطريق الحق بخلاف الإنسان الذي تكون لديه هذه العقائد متضعضعة متزلزلة لم يصل بها لمرتبة اليقين فإنه ربما يسقط ويضعف أمام هذه التشكيكات والشبهات ولا يستطيع أن يميز ما هو الحق منها ما هو الباطل منها وحينئذ قد يؤدي به ذلك هذا ضعف المرتبة من الاعتقاد قد يؤدي به إلى الارتداد وإلى أن يقع في الضلالة بعد الهداية هذا واحد شيء الثاني أمام مصائب الدنيا ومشاكلها وتحدياتها وصعوباتها حينما يكون لديه مرتبة اليقين في المعرفة بالله تعالى وصفاته وأنه مع الإنسان مع العبد المؤمن والكثير من الأمور المتعلقة بتفاصيل حياته فإنه يستطيع أن يتجاوز هذه المشاكل والصعوبات والمصائب والتحديات والمعوقات في حياته بنجاح يكون ناجحا في حياته يستطيع أن يتغلب على هذه المصائب وغير ذلك من هذه الأمور بما لديه من قوة الاعتقاد الذي يوفر له قلبا قويا يستطيع أن يواجه هذه التحديات والمصعب بخلاف من ليس لدي هذه المرتبة من اليقين في هذه المعتقدات فإنه ربما يصيبه اليأس الإحباط وغير ذلك من الأمور التي لا يقوى بها على تحمل هذه المصعب والتحديات فيفشل في حياته وربما يؤدي به ضعف الاعتقاد إلى التعاسة والشقاء والفشل في الحياة فهنا تقوية القلب اليقين ننتفع منه في هذين المجالين في مجال العقائد أمام التشكيكات والشبهات كما نلاحظ البعض ربما تجده الآن إنسانا مؤمنا بعد فترة يصبح إنسانا ضالا وربما بل البعض ممن لديه مرتبة من العلم يتراجع إلى الوراء الإمام عليه السلام يقول أعطي القوة للقلب بتحصيل المعرفة اليقينية هذا في مجال العقائد النظرية الإنسان هنا في ميدان الأفعال والأعمال والتصرفات والسلوكيات والصفات التي يجب أو ينبغي أن يقتصف بها يحتاج إلى المعرفة والعلم بها أو ما يسمى بالعقل العملي هنا في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث التي وردت عن المعصومين عنهم السلام وفي وصية أمير المؤمنين يعبر عنها بالحكمة نور القلب الحكمة هذه المعرفة وهي الحكمة عملية الآن التي تسددك في طريق الأعمال والأفعال والسلوكيات والتصرفات والصفات التي يجب أو ينبغي أن تتصف بها كالعادل مثلا كيف تكون عادلا وكيف تكون شجاعا كيف تتصف بالإخلاص والصبر والتوكل كيف تكون رحيما محسنا تتعامل بحسن الخلق الأعمال الصحيحة والصالحة التي عليك أن تأتي بها التصرفات والسلوكيات الصحيحة في مقابل الأعمال والأفعال والتصرفات والسلوكيات التي لا تكون كذلك والتي تنشأ من الجهل بهذه المعرفة لذلك الإمام عليه السلام يقول إضافة إلى ذلك اليقين بتلك المعارف النظرية أنت تحتاج إلى أن تنور الدرب للقلب كما قلنا سابقا القلب والنفس أحيانا يكون لها تعلقات بمعارف وعلوم ونظريات وتارة في هذا القلب ميول ورائز أهواء شهوات وغير ذلك من هذه الأمور التي نحتاج أن نصحح وننير الدرب لها الإمام عليه السلام يقول ونظره بالحكمة فلذلك على الإنسان أن يسعى إضافة إلى المعارفة بتلك العقائد أن يسعى لتحصيل المعارف بهذه الأمور ما يتعلق بأعماله أفعاله سلوكياته تصرفاته الصفات التي يتصف بها كيف يضع الشيء المناسب في الموقع المناسب التصرف المناسب في الوقت المناسب أيضا هذه لابد أن تحصل المعارفة التي تنير الدرب للقلب في أن ينعكس ذلك إنارة القلب الحكمة تنعكس على التصرفات الصحيحة السلوكيات الفاضلة والصفات الحسنة التي يجب أو ينبغي للإنسان الاتصاف بها لذلك الإمام نفرق بين الأمرين قال قوه باليقين ونمره بالحكمة فرق بين الأمرين كما بينا ثم يقول عليه السلام وذلله بذكر الموت ما المقصود هنا من تدليل القلب أو الذلول أنا أضرب مثال من واقع الحياة حتى نستطيع إلى أن نوضح الجانب المعنوي في هذه الوصيل أحيانا يقال فرس دلول وأحيانا يقال هذا الفرس جموح ما معنى ذلك كما تلاحظون في كثير من الأحيان يكون هناك نوع من الفرس يكون عصيا ومتمردا على صاحبه وراكبه بحيث أنه لا يستطيع أن يمتقيه ويحقق الغرض الذي يريده من الوصول به إلى الجهة المقصود ولا يستطيع أن يوجهه بالاتجاه الذي يريده وإذا أحس أن أحدا يريد أن يمتقيه بالقوة يضطرب ويتوحش أكثر وربما إذا امتطاه أحد بالقوة فإنه ربما يسقطه أرضا ويسوبه بالكسر أو شيء آخر من الضرر مثل هذا الفرس حتى يستطيع الإنسان أن يحقق الغرض من امتطائه يحتاج إلى الترويض والتذليل ولا فترة من الزمن والطريقة الصحيحة في ترويضه لكي يستطيع أن يمتطيه ويوجهه بالاتجاه الذي يريده ويحقق الغرض الذي يطلبه في مقابل ذلك الفرس الدلول الذي يكون منقادا ومنصاعا لصاحبه وراكبه ويستطيع أن يمتطيه بسهولة ويوجهه بالاتجاه الصحيح نأتي الآن هذا المعنى الحسي الظاهري ما المقصود هنا من الجانب المعنوي في تدليل القلب بذكر المرض القلوب كما تعلمون فيها ميول ورائز طماع توجهات رغبات شهوات ورائز هذه أحيانا قد تخرج عن حد الاعتدال والحد الذي ينبغي أن تكون عليه فتحول الإنسان إلى حالة من الطغيان والتمرد والعسان والتكبر والغرور والعجب والظلم مثل هذا الإنسان قلبه غير منقاد ومنصاع له ولا يستطيع أن يوجهه بالاتجاه الصحيح كثير ما نلاحظ هناك الكثير من الناس تصيبه وربما حتى نحن أحيانا مرتبة من مراتب الطغيان والعجرفة والتكبر والغرور والظلم أحيانا الإنسان يتمرد على الله تعالى يتمرد على القيم الفاضل يتمرد على القيم الصحيحة الآن ويسوبه الكثير من حالات الظلم والعجرفة والغرور والتسلط وغير ذلك من هذه الأمور التي تصيب الإنسان بسبب أدم قدرته على التحكم بهذه الميول إنسان لديه ميول وغرائز وشهوات وأهواء وحب للدنيا والمال والسلطة والجه هناك إنسان يتحكم يستطيع أن يتحكم ويسيطر على هذه الميول والغرائز والشهوات ويربالك من هذه الأمور ويوجهها بالاتجاه الصحيح يتحكم بها أحيانا الإنسان هذه الميول والغرائز والأهواء والشهوات تخرج عن حد السيطرة ولا يمكن للإنسان أن يتحكم بها ويوجهها بالاتجاه الصحيح حيث تصبح متمردة عصية عليه كما ذكرنا في المثال الحسي الآن هذه طبعا فقدان التحكم والسيطرة على هذه الميول والأهواء والشهوات والغرائز توقع الإنسان في خطر عظيم ما هي الطريقة والوسيلة التي يمكن من خلالها أن يتحكم الإنسان ويسيطر على هذه الميول والأهواء والغرابات بحيث لا يقع في حالة من الطغيان والتمرد والعصيان وإذا ذلك من هذه الأمور التي قد تؤدي به إلى الهلاف الإمام عليه السلام يقول وذلله بذكر الموت تدليل القلب أن يصبح هذه الميول والغرابات والأهواء والتطلعات والتوجهات والغرائز في داخل الإنسان مسيطرا عليها يتحكم بها الإنسان كيف؟ يقول ذكره بالموت دائما إنسان أحيانا يصيبه طغيان السلطة يصيبه طغيان المال طغيان الشهوات طغيان الأهواء وغير ذلك من هذه الأمور كيف يستطيع الآن أن يسيطر على القلب بما فيه من هذه الميول والغرائز والأهواء؟ يقول تدليله بذكر الموت دائما ذكره بأنه الإنسان أما قريب سيفارق هذه الحياة الدنيا هذه الأمور التي من أجلها يطغى ويتعجرف ويتكبر ويتسلط ويظلم وغير ذلك من هذه الصفات السيئة هذه ليس هناك شيء تستحقه بحيث أنه يتصف بهذه الصفات كيف يكون ذلك؟ قال تدليله بذكر الموت كيف الآن إخواني وعزائي؟ طارة لدينا تذكير عملي وطارة لدينا تذكير لساني أحيانا الإنسان يقرأ آيات القرآنية تتحدث عن الموت والفناء وأحيانا يقرأ حاديث وروايات وأحيانا يشاهد بعينه الموت ولكن مشكلتنا نحن أحيانا حينما نعيش هذه الأجواء نحن نكون في أجواء أخرى حينما نشيع شخصا ميتا محمولا على جنازة نحن لا نعيش في هذا الجو بل نعيش الآن إذا دخلنا في عمق الأفكار والتخيلات والجو الذي يعيش هذا المشيع نجده يعيش في عالم آخر وطارة نحضر مأتما ونحضر دفنا لميت الكثير مننا لا يعيش بقلبه ووعيه وبصيرته هذه الأجواء وكأنه إنسان يعيش في عالم آخر ليس في عالم هذا الميت الذي يحمل جنازته أو يشهد دفنه أو يشهد مأتمه كما سنذكر في الفقرة التالية هناك إنسان يعيش الوعي واليقضى والبصيرة لهذا الجو الذي هو فيه فإذا شارك في تشييع جنازة قال أنا إنسان مثل هذا الإنسان وقد يتعرض إلى هذا الموت كما تعرض إليه هذا الإنسان وبالتالي ستنقضي هذه الحياة الدنيا وليس هناك شيء من أجله يسوى أن الإنسان يتكبر يتعجرف يتغطس يغرق في الشهوات والأهواء المهلكة ويرذلك من هذه الصفات الآن وإنسان لا يكون كذلك كما نرى في المآتم كثير من الناس الذين يحضرون يعيشون عالم الدنيا وعالم الأهواء والغرائز ويرذلك من هذه الصفات المتعلقة بالدنيا لا يعيش العالم الحقيقي الذي ينبغي أن يكون واعيا وبصيرا به فإنه ربما بعد يوم واحد سيكون هذا المأتم له بس تكون هذه الجنازة له وسيكون هذا الدفن له لعيش في عالم آخر لا يكون متنبها يقضا واعيا لما ينبغي أن يعتبر به من خلال هذه الأجواء العملية التي تذكره بالموت الاكثار هنا الاكثار من تذكير الإنسان لنفسه بالموت وأن هناك عالم آخر وأن هناك آخرة وهناك حساب وأن هذه الدنيا سرعان ما يفارقها وتزول عنه وينتهي كل شيء الاكثار من تذكير الإنسان لنفسه بالموت سواء كان لسانا أو عملا يؤدي إلى أن يصبح القلب ذلولا من السهل أن يسيطر عليه وكما هو معلوم نحن نتعرض إلى مسألة فقدان السيطر والتحكم بهذه الميول الغرائز الشهوات الأهواء في كل ساعة من ساعات يومنا وشهرنا وعمرنا فنحتار إلى أن تكون لدينا قدرة على التحكم والسيطرة بما في القلب من هذه الأمور حتى لا يزور منا شيء خارج من التصرفات المذكورة كل واحد منا أخواني لو يراجع نفسه ربما نحن نحكم على الآخرين بأن لديهم مرتبة من الطغيان والتمرد والأسيان والجموح وغير ذلك من هذه الأمور ولكن لا ننظر إلى أنفسنا فربما نحن لدينا مرتبة من هذه المراتب وإن كانت في حدودها الدنيا موجود هذا أكواننا فلذلك مسألة تدليل للقلب بذكر الموت هي عامة وشاملة للجميع لا نتصور أننا خاصة بهؤلاء الأشخاص الذين يظهر لديهم الطغيان والتكبر والتسلط والعجرف والظلم والقسوة وإرضا ذلك من هذه الصفات التي تظهر فيهم بوضوح وجلاء لا نحن أيضا لدينا ربما مرتبة من هذه المراتب نحتاج إلى أن نعالجها وذلك بتدليل القلب كالفرس الدلول الذي يسهل امتطاؤه ويستطيع راكبه والذي يمتطيه أن يوجهه بالاتجاه الذي يريده ويتحكم به ويسيطر عليه ويقوده بالاتجاه الذي يبتغيه وهو الاتجاه الصحيح الذي يوصله إلى الغرض كذلك القلب قلب دلول وقلب جموح هنا أيضا كيف نحصل هذا القلب الذي نستطيع أن نخضعه إلى السيطاقة والانقيال بالتذكير النفس دائما بالموت ثم يقول عليه السلام وبصره فجائع الدنيا ما المقصود بالتفسر بفجاعة الدنيا أحيانا غبما إنسان يطلع على مصائب وفجاعة الدنيا ويحصل له العلم بها وتارة إنسان لديه مرتبة من العلم هو العلم الواعي البصيرة بهذه الفجاعة والمصائب وما يترتب على هذه البصيرة وأنا سأثقر أمثل هنا أبين أولا ثم يقول للإمام عليه السلام وحذوه صولة الدهر وفحشة تقلب الليالي والأيام نبين أولا الفجاعة والمصائب في هذه الدنيا وأيضا تحذير صولة الدهر ونذكر أمثلة من ألحات الدنيا وما المقصود بالتفسر هنا أيها الأخوة الأخوات لاحظوا حال الدنيا نبتد بذكر حالات كبيرة وشديدة ثم نذكر حالات تتعلق بالأفراد كم رأينا من دول وشعوب تعيش حالة الاستقرار والأمن والسلام فيما بينها فجأة وذا ينقل بالحال إلى حال من الحرب وصفك الدماء وهلاف الحرث والنسل كم رأينا من الدول في أوج القوة والعظمة وإذا فجأة تنهار كم رأينا من البشر يعيش حالة من الصحة والسلام وإذا فجأة تتعرض إلى وباء وحالة من انتشار الوباء بحث يفقد الكثير من الأحبة والعز كم رأينا من الحكام والسلاطين والرؤساء في أعلى مراتب القوة والسلطة والتحكم فجأة يفقدون هذه المرتبة ليس فقط يفقدون مرتبة السلطة والرئاسة بل ينقلب حالهم من العز إلى حال الضل والهوام كم رأينا من أشخاص أغنياء فجأة يقعون في حالة من الفقر الشديد كم رأينا من أناس يعيشون حالة رخاء ورفاه وإذا فجأة يتعرضون إلى حال شديد من الضيق كم رأينا من الأسحاء شأن في تمام الصحة والعافية وإذا فجأة ينقلب حاله إلى الإصابة بمرض أو دائل حيث أنه يشكل خطرا على حياته وكما رأينا من أناس يعيشون حالات معينة الآن ينقلب حالهم إلى حال بائس وهكذا الكثير من هذه الحالات التي يفاجئ بها لإنسان وتكون أحيانا حالات حادة وشديدة هكذا الكثير من المصائب والفجائع التي تفاجئ الإنسان ويتعرض إليها الإنسان الإمام عليه السلام يقول هنا في وصيتي حاول أن تجعل قلبك ونفسك تنظر لا بالعين الباصرة بل بعين البصيرة من خلال القلب انظر بقلبك إلى هذه الفجائع فإذا حصلت هذه البصيرة فليكن لديك الوعي والاعتبار منها شن الغرض النهائي من هذه البصيرة إخواني لا هذه الفجائع تارة تكون بقضاء الله تعالى وقدره ما فائدة البصيرة هنا حينما يرى الإنسان أمامه مثل هذه الحالات التي تصيب الآخرين وهي بقضاء الله تعالى وقدره يقول أنت تبصر بواقع الدنيا هذا تعامل مع الواقع لا تتعامل مع الخيال والطموح الذي تريده مشكلة إخواني كثير مننا الآن يريد أن يتعامل مع الحياة بحسب ما يتمناه ويطمح إليه وما هو في خياله ووهمه ولكن واقع الحياة شيء آخر فإذا ربما ما فاجأته فجيعة أو مصيبة لا يتحمل هذه المصيبة التي حصلت بقضاء الله تعالى وقدره الإمام عليه السلام يقول هذا واقع الحياة لا بد أن تتعامل مع الحياة بواقعها الذي لا محد عنه أن هذه الدنيا مليئة بالمصائب والفجائع تارة بقضاء الله تعالى وقدره فليكن لديك قلب يبصر ويعتبر بالفجائع التي تصيب الآخرين فعليك أن تصمر وتتحمل لأن الحياة هذا واقعها لا تعيش في الخيال والأوهام التي والطموحات التي تريده هذا واقع الحياة لا محرص عنه وتارة هناك فجاعة ومصائب يصنعها الإنسان بسوء اختياره كما لو أن إنسان يعني أحيانا هو يصيبه الغرور والعجوب حب التسلط حب السيطر حب التحكم فيحصل لديه حالة من الطغيان يسمعه على مستوى أسار الحكام حتى على مستوى أناس أدنى من هذه المرتبة يسوبه حالة من الطغيان وإذا فجأة يفقد هذه الحالة من السلطة والحكم وغير ذلك من هذه الأمور ويصبح في حالة من الدل والهوان طبعا هو على المرتبة الأعلى الوصية أعظم تكون هنا أو إنسان أحيانا من حبه للدنيا والمال يتصرف تصرفات قد توقعه في الهاوية بسبب حبه للدنيا فإذا رأيت فلانا الذي كان غنيا وافتقر بسبب سوء أعماله وتصرفاته الآن وتعلقه بالمال اعتبر لا تكون كذلك وكذلك إذا إنسان آخر إذن تصرفات شغيرة وسيئة وأخلاق سيئة وتسلطت عليه الشهوة وغير ذلك من الأهواء وغير ذلك من الأمور فوقع في مشكلة ومصيبة خذ منه الاعتبار أن تأنتبه أيضا تبصر بما آل إليه مصيره وحاله طارة مصائب بقضاء الله تعالى وقد طارة فجائع نحن نقع كم من غنيين افتقر كم من إنسان لديه جاه لديه سلطة لديه موقع لديه منصب لديه موقع علم مرتبة علمية وإذا به هوا وسقط هذا الإنسان بسوء اختياره أن تنظر إلى حال هؤلاء كما نلاحظ الآن في هذه الحال دنيا كم من الناس يحاول سريعا أن يغتني ولكن بطرق غير صحيح وإذا به يهلك نفسه حاليا مستقبلا دنيا وآخرة أن تعتبر أحيانا إنسان يظلم ويقسو ويتعامل بعجرفة أو تغلب عليه الشهوات والغرائز الشيطانية الآن وإذا فجأة يصيبه ما يصيبه أنت انظر إليه واعتبر بحاله لا تنظر إليه بهذه العين المجردة بل انظر إليه بقلب بصير واخذ منه الاعتبار فلا تقع فيه مثل ما وقع فيه لذلك الإمام عليه السلام يقول وبصره فجاع الدنيا هذه التبصر التي يراد منها الاعتبار فإذا أصابك شيء بقضاء الله تعالى وقدره قل هذا واقع الحياة الدنيا لا نستطيع أن نخذ منه علي أن أصبر وأتحمل وإذا كان بسوء الاختيار قل علي أن أعتبر من هذا الحال فلا أقع فيه مثل ما وقع فيه فنان وفنان وكذا طبعا القضية تنطبخ على الشعوب وعلى الدول أيضا بمجال أوسع وأكبر الإمام عليه السلام يقول وبصره فجاع الدنيا ثم قبل ذلك كان قريره بالفناء دلله بذكر الموت وقريره بالفناء أي خذ من القلب الإقرار بالفناء أخواني وعزائي أحيانا ربما يقول أحد هل هناك أحد لا يحمل في نفسه لا اعتراف بالفناء الكلام أحيانا إخواني في مجالين ربما إذا تسأل شخصا تقول له أنت هل تقرب بالفناء أقول نعم أنا أقرب بالفناء ولكن عمله وسلوكه وتصرفاته الآن وحبه للدنيا والمال والسلطة وغير ذلك كأنها توحي بأنه لا يقرب بالفناء وكأنه يعيش حياة باقية غير فانية وغير زائلة يقول ابتدئ بالقلب القضية أساسا من القلب خذ من القلب الاعتراف بأنك ستفنى وأن هذا العمر محدود وحياتك في الدنيا محدودة وتصرف على ضوء هذه المحدودية للعمر أحيانا إخواني نحن تصرفاتنا سلوكياتنا أعمالنا توحي وتأننا لا نعيش الفناء بل نعيش حياة باقية باللسان صحيح ويقر بالفناء ولكن عليك أن تحصل الإقرار والاعتراف من القلب أولا لأن القلب هو مصدر هذه التصرفات والسلوكيات الخارجية لذلك لذلك الإمام عليه السلام يقول وذلله بذكر الموت وقرر بالفناء احصل منه الإقرار والاعتراف كالمذنب أحيانا لا يقرب لا يعترف عليك أن تحصن منه أن يحصل الإنسان المذنب على إقرار واعتراف من نفسه بأنه أذنب وأخطأ هذه أيضا مشكلة أخرى إخوان حيانا ربما إنسان يسلك ويتصرف تصرف خاطئ لا يقبل أن يعترف ويقع على نفسه بأنه أخطأ وهذه مشكلة كبيرة لابد أولا أن يحصل الإقرار والاعتراف من أنه أذنب وأخطأ وارتكب الخطيئة ثم يحصل الإصلاح والتدارف لهذا الخطأ كذلك بالنسبة إلى الإنسان الذي يراد منه الآن أن يعيش الحياة الدنيا بواقعها ويتعامل معها بواقعها أن يحصل على إقرار واعتراف من أعماق القلب وينعكس ذلك على تصرفات الخارجية لذلك الإمام السلام قال وذلله بذكر الموت وقرعه بالفناء أي احصل وخذ من القلب اعترافا وإقرارا بأنك تفنى وأن هذه الحياة فانية ورتب الأثر على ضوء هذا الإقرار القلبي بالتصرفاتك والسلوكياتك الخارجية بواقع الحياة ثم قال واحد نره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وهذا أيضا بيناه الصولة هو الهجوم الكاسح والحملة الحاسمة يقول انتبه أحيانا لاحظوا إخواني إنسان كما بينا يعيش في أعلى مراتب السلطة والحكم فجأة الدهر يهجم عليه هجوم كاسح وصول حاسمة ينهي كل سلطة له بل يحوله إلى حال من الذل والهوان غير متوقع دولة الآن تمتلك المقومات القوة والسلطة الآن والسلطة فجأة تنهار وهكذا الإنسان إنسان غني لديه الكثير من المال وكذا فجأة يتحول إلى إنسان فقير إنسان في كامل الصحة والعافية والقوة والنشاق فجأة هجم عليه مرض أقعده بل ربما أماته يقول انتبه احذر أحيانا صولات الدهر ومر طبيعي أحيانا صولات الدهر هذه التي تهجم هجوما كاسحا وحاسما عليك بسبب سوء اختيارك وسوء تصرفك فانتبه إلى هذه العاقبة فحشة تقلب الليالي والأيام هذه الدنيا لا تستقر على حال تحضر منها النتيجة النهائية أن الدنيا فحشة تقلب الأيام أحيانا تقلبات متدرجة إنسان مثلا مثلا غني مو فجأة يفتقر ويصبح ربما يجل يصبح فقيرا يصبح في حال شديد من البعص الآن هذا يتدرج سنين إلى أن يصل هذا الحال لا كماندو الله فجأة هذا كان في الليل على حال من السلطة والحكم والقدرة والعجرفة والمال ويقضح من هذه الأمور فصباحا نجد حالا آخر هذه التقلبات التقلبات سريعة لا تستقر على حال فعلى الإنسان أن ينتبه أنه الأمور لا تصفى له دائما ولا تستقر له بل تتقلب وعليه أن يحضر من هذه التقلبات أحيانا تقلبات مهلكة في الدنيا والآخر أحيانا تقلبات هي من الله تعالى ليس بسوء اختيار الإنسان هذه على الإنسان أن يتحملها ويتعامل مع الواقع الأمور الأخرى التي يحضر منها الإمام عليه السلام ويحضر أن تقع في مثل هذه الأمور فإن الدهر في صولته الآن شديد كما بينا الصولة هي الهجوم الكاسح والجولة الحاسمة التي تقضي على العدو كذلك الدهر فجأة قد يفاجئك مثل هذه الأمور فاستعد لها وكن حذرا حذر في مجالين مجال أن يكون لديك القابلية على الصبر والتحمل وتتعامل مع الواقع كما هو حتى تستطيع أن تطوي هذه المرحلة بنجاح لا تفشل في ذلك وحالا لا احذر مما يحصل من سولة الدهر بسبب سوء اختياره نسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله العمل بهذه الوصايا أنه سميع المجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين